المرمية من أقدم وأشهر النباتات التي استخدمت في الطلب وحديثاً النساء هن الأكثر استخداماً للمرمية والمشاكل صحية عديدة لماذا؟ وما هي أهم فوائد المرمية؟ وطريقة استخدامها؟ خليكم معي هذه أوراق المرمية المجففة والنساء تستخدمها كثيراً لماذا؟ لأنها تحتوي على مادة الثوجون والثوجون هو الذي يعطي المرمية الرائحة العطرية طبعاً الثوجون هو يعزى إليه التأثير الممتاز على تنظيم الهرمونات وخاصة هرمون الأستروجين وتقليل إفراز هرمون الحليب وبالتالي تنظيم دورات الحيض غير المنتظمة والمساعدة على الحمل أيضاً المرمية تقلل من التعرق بسبب تأثيرها الهرموني لذلك هي علاج ممتاز لسن انقطاع الدورة الشهرية لأنها تخفض من الهبات الساخنة وتساعد جسم المرأة على التكيف على التغيرات الهرمونية في هذه المرحلة المرمية علاج جيد للربو وشعبياً لا يزال يستخدم دخان أوراقها المجففة للتخفيف من النوبات الصدرية تحتوي المرمية على الفينولات والفينولات هي مواد مضادة للالتهاب ولهذا يستخدم منقوع أو خلاصة المرمية كسائن غرغرة لاحتقان والتهاب الحلق والحنجرة والتهاب ونزيف اللثة وقروح الفم طريقة استخدام المرمية هو ملء ملعقة كبيرة من مقروش هذه الأوراق المجففة يعني هذه الأوراق تقرش يأخذ منها ملء ملعقة وتوضع في كأس يصب عليها ماء مغلي تحرك وتغطى ثم تصفى وتشرب قبل وجبة رئيسية ويمكن استخدامها بهذه الطريقة مرتين في اليوم